احنا موجودين معاكم في تغطيتنا اليومية والمستمرة لمهرجان العالمين العالم عالمين احنا عارفين قد ايه حاصل طفرة كبيرة جدا في السياحة الداخلية عندنا وازاي بقى عندنا شكل مختلف تماما خصوصا مع سياحة المهرجانات اللي بتادينا نرجحها تاني من اول وجديد شايفين قدامنا مدينة متكملة مش بس هتبقى شغالة في فصل الصيف زي ما كان في سنوات كتير منطقة بتبقى قائمة على التواجد فقط في فصل الصيف لكن احنا عندنا مدينة العالمين مدينة متكملة بتستهدف كل انواع او كل شرائح المصريين عندهم مكان يقدروا يدخلوا ويستمتعوا ويشوفوا الاماكن المختلفة اللي موجودة في العالمين لا هيا لنا يمكن خلال فترة قليلة جدا شفنا ازاي الحلم تحول الحقيقة شفنا مدينة العالمين من قلابل والغام كانت موجودة في المنطقة دي قدرنا الارادة المصرية قدرت اللي هي تفجر الالغام دي وتحولها مرة تانية المدينة لبقعة من اجمل البقاع المطلع على البحر القبيل المتوسط تحديدا يمكن زي ما احنا شايفين دلوقتي ابراج العالمين قدامنا شايفين الصورة شايفين كمان بالليل الحفلات الغنائية اللي بقت موجودة في العالمين ومهرجانات العالمين يمكن زماننا اللي كانوا بينقلون الصورة هناك الاسبوع ده هو اسبوع حافل في عدد كبير جدا من حفلات اللي انطلقت به حفلة الميجاستار تامر حسني ومن ثم حفلات كتيرة شفنا حفلة ليه يمكن كمان هديرة بوزيت زمانتنا عملت لنا عدد من اللقاءات مع الفنانين اللي كانوا موجودين في هذه الليالي الساهرة المدينة بتتجمل المدينة النهاردة بنقول احنا عندنا واحدة من اجمل المدن اللي موجودة مش عاوزة اكون ببارغ لكن هي من اجمل المدن اللي موجودة في العالم بشكل عام